طبعا التشيرت اللي قدامي والشورت ده الأكبر حقيقة أكتر من اللي أنا أتكلم روحوا شوفوا الفيديو ده واللي مش هيقول الحق واللي في إيدي ده دليلي على اللي تقال مش حقيقة وريني الفيديو الأهم من كل ده إن المزايدات اللي قابليهم كان فيه شرط بيتحط في كراسط الشتروط ما تحطش الشرط ده إن التشيرت عتنات الأهلي ما تحطش عليها أكتر من ثلاث أعلانات وعلى الزي كاملا سبع أعلانات وده كان ليه سبب إحنا جمنا تشيرت النادي الأهلي حطناها جنب برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونيتد وبار ميونيخ وبصنا عليهم كده كلهم جنب بعض وشفنا الشكل اللي يليق يبقى عامل إزاي لإنما أكتر حد فيهم حطت إعلانين فقلنا النادي الأهلي يبقى عنده ثلاث إعلانات عشان نقدر إن إحنا برضو نجيب فلوس من اسم يعني اسم النادي وتقدر تبقى عندك شوية مؤلنين ولكن يبقى شكل التشيرت شكله حلو علشان شكل النادي الأهلي أنت زايدة الجديدة ما كانش فيها هذا الكلام الشرط ده ما كانش موجود فاتبعت التشيرت لشركة وهذه الشركة حطت على التشيرت ثمن إعلانات وعلى الزي 14 إعلان فبقيت ماشي أكنك ماشي ماسك لوحة حط على شوية تعلانات بس في البعض بقولون ده كويس ده زخم يعني ده دليل إن النادي الأهلي مطلوب وإنه كل راعي بيدفع فلوس لا حضر لك الراعي اللي بيدفع فلوس بقى بيدفع فلوس قل لما حاجة تقسم 231 مليون أو 232 مليون على 14 إعلان المعلن بيدفع حوالي 16 مليون المزايدة اللي قابليها لما تقسم الرقم على 7 إعلانات يبقى المعلن بيدفع 20 مليون وقللت قيمة النادي الأهلي لأن زمان المعلن كان عارف إنه لازم يدفع فلوس كتيرة عشان ياخد شرط جمهور نادي الأهلي مش مبسوط بالتشيرت كلها عبارة عن إعلانات حتى لوجو النادي الأهلي هيبت ورايحة اللوجو صغير وجنبيه هنا إعلان كبير جدا حتى لوجو النادي الأهلي اللي أعلان على صدره كبير على صدره هنا إنما دوت بقى فيه هنا وفيه واحد هنا وفيه واحد هنا فيه على الكتف وفيه على الظهر فبقى هي بقيت لوحة إعلانات النية بتاعت النس مش نية وحشة هي عدم احترافية مش أكتر هي عدم احترافية في الإدارة للنادي الأهلي أو معرفة قيمة للنادي ليس ذاته دار مش أكتر والأقل لناس مش وحشين والناس يزيني ما الحق وقا存 عدم الاحترافية وعدم الخبرة هو اللي بيطلع ده هنا بقى إحنا بدأنا هنا ناخد قادي إعلان على الظهر إعلان تاني على الظهر قادي كده أتنين وإعلان على الكتف على اليمين ادي شعار الاهلي وزي ما قال الغامراوي الغزاوي اللي في النص ده ايه غزاوي ده اعلان شركة اعلان اعلان تليفون اعلانين فوق بعض والاعلان زي ما قال الغزاوي انه الاعلان هواوي اكبر من شعار النادي كان اصدق كده مظبوط ولسه فيه على الكتاف كمان وفيه على الشرط فيه على الشرط دلات اعلانات وفيه على الكتاف كمان انت قصدك انه الاعلانات دي والشراب كمان عليه اعلانات 14 اعلان حضرتك ازاي 14 اعلان انت شايف انده من الاهلي اعلان او 2 بكتير لازم اكرك على تشورة النادي اي 3 اعلانات واحد على الصدر واثنين على الضهر واحد فوق الرقم وتحت الرقم اولا لما يبقى فيه بالنادي الاهلي قدر يدخل 231 مليون جنيه كلنا يبقى فخورين بدا المانع التشيرت وحش والاعلانات وحشة والتطوير وحش واللي انت تتعب وحش ما كله تعب وكله جاب وكله واحد على حسب ظروفه ده شغل انتخابات عارفين ليه انا مش هتكلم كتير هقول لحضراتكو الداعي اللي كنت كابت النادي الاهلي على قدي جبت كده كم 27 بطولة على ثلاثة كاس علم الاندية خدنا ثلاثة علم فيهم على تمانية افريقيا كده كنا بنهزر فيهم شويتين على كم دوري على كم كاس على كم كاس امم افريقيا فالامور بتبقى واضحة وكنا موجودين ولا كمان التاريخ هنمحيه ولا كمان البطولات هنمحيها ولا كابتنة الفريق هنمحيها العبد الله اللي قدامكو هو كابتن الفريق اتقال كان فيه اعلانين بس وتشيرت الاهلي دلوقتي لا ياليك عبارة منزل لا ياليك باسم النادي الاهلي وجماهير الاهلي المستاقة انا قبل معرض استأذنت ادارة القناة عشان كمية الاعلانات اللي موجودة ما تبقاش اعلان لكن الناس وفقت عشان نعرض الحقيقة وقبل ما بعمل حاجة في الحاجات اللي تخص شغلي احنا بنشتغلها والحاجات اللي تخص ادارة القناة لازم نستاذ هو قال لك ثلاث اعلانات بس خليك معايا على اقطع معايا جماعة انتوا كده قادي قادي تشيرت الكوم هنا هقولي الشركات بسرعة انا اسف برضو عشان نزل الحقيقة ادي كده واحد فودافون شوفر ليه ومصر الطيران كده تلاتة الناحية التانية شوفر ليه ومصر الطيران كده اتنين واتنين لان الكم ام ما بتتحسبش واحدة دي بيتدفع عليها فلوس تشيرت الاهلي كومتو كبيرة واسمو كبير ما ينفعش لنتا تحطو خلاص ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الدار جهينة وبرتو غالب اعطي ايه رأي حضراتكم ادي الحقيقة ده في سنة كام والبقى خمسة وتسعين واربعة وتسعين او ستة وتسعين ادي تشيرت النادي الاهلي ادي كده بنتكلم في سبع تمن اعلانات طبعا الشورت كنا بنلعب بأزرق الطقم الاحتياطي والطقم الاحمر هو الاساسي طيب ادي الشورتة امام حضراتكم كان فيه اعلانين انا ما جادرتش اجيب الشورت الابيض مش لقيه لكن الشورت الازرق ادي موبل و ادي بودافون على الشورت وبعد كده تغير الشراب كان عليه احد الشركات البيات وهي سايبس اعتقد اعتقد شمال ويمين بنتكلم في 10 اتنشر اعلان مدال المصلحة الاهلي مش مصلحة حد لكن عشان الانتخابات نضرب من تحت الحزام ونكسر بالشكل ده لا حرام لا حرام لا حرام وحرام وحرام مليوم مر هو ده الحق انا بكلمكم كابتن سابق والله يضغط عشان اجيب التشيرت ده عشان اظهر الحقيقة فانا ما قداميش غير الحقيقة اظهرها للناس لان حرام وكفاية زي ما الجماهير بتقول مرة تانية وثالثة ومليون اعرض انتخابات وحضرتك كنت موجود وانا كابتن الفرق وده التشيرت وحضرتك وانت في المجلس فقول الناس تعبت وقول الناس اشتغلت وقول الناس جابت اعلانات وقول كل حاجة كويسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر